يعيش القيادي الحوثي هاشم محمد الشامي تراءً وبذخاً فاحشاً كغيره من القيادات الحوثية النافذة في مؤسسات الدولة المختطفة نهباً للإيرادات والمرتبات ومستحقات الموظفين بينما يموت اليمنيون جوعاً هاشم الشامي الذي يشغل منصب مدير مؤسسة الكهرباء لدى ميليش الحوثي اشترى قطعة أرض في منطقة عطان بصنعاء مساحتها 21 لبنة عشارية بقيمة 357 مليون ريال هذا ليس من وقع الخيال بل مأكده عقد مبرم بين الشامي وبائعين بالوكالة لقطعة أرض موثقة في استجل العقارية تحت إشراف الأمين المعتمد من المنظومة العدلية التي استحدثتها الميليشيات بقيادة محمد علي الحوثي لتحكم بالعقارات وتسهيل مصادرتها وتملكها الشامي اشترى الأرض من أموال مؤسسة الكهرباء التي يديرها من إرادات ورواتب قرابة 1200 موظف بعد أن أوقف مستحقاتهم ورواتبهم بحجج ومزاعم واهية رغم أن المؤسسة تجني إرادات بمليارات الريالات شهرياً وأموالها في استياد مستمر مع كل ثانية يستخدم فيها المواطن للتيار الكهربائي التجاري أو الخاص هذه إحدى المؤسسات التي تذهب إراداتها إلى جيوب قيادات ميليشي الحوثي المضعومة من إيران ما يجعلها في ثراء باذخ ويؤكد هذا ذلك ظهور زعيم الحوثيين في خطابه الأخير منزعجاً من الغليان والسخط الشعبي ضد جماعة وحالة الترف الذي تعيشها قيادات الميليشيا ورفضها صرف مرتبات الموظفين رغم وجود مخزون مالي هائل لدى الجماعة من الإيرادات والجبايات التي تزيد عن تريليونين سنوياً كما ترفض أي حلول أممية أو إقليمية أو من قبل الحكومة الشرعية لإيجاد آلية لصرف المرتبات قيادات الميليشيات الحوثية ومشرفوها تتسلم خصصاتها الشهرية ورواتبها بشكل منتظم إلى جانب نهبها مستحقات ورواتب اليمنيين فيما الموظفون يعيشون بين الجوع والفقر والمرض وما فساد هاشم الشامية إلا نموذج واحد لقيادات حوثية أخرى تنهب وتسلب المال العام والخص ترجمة نانسي قنقر